بحديث جابر فالصحيح أنه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأخبر أنهم كانوا يأكلون ثم يقومون ولا يتوضعون ومعلوم أن قوله رضي الله تعالى عن يأكلون يشمل كل المأكلات التي مستها النار ومن ذلك لحم الإبل